السلام عليكم أهلا وسهلا بكم الجديد في سلسلة مهارات دراسية اللي نتكلم فيها على أهم الحاجات اللي لازم تعرفها قبل ما تخرج حتفي ذي كلبه في الخدمة خصوصا لو كنت في المجال التقني أول شيء الله مغفل يأستاذنا محمد سالم الفرجاني وجميع موت المسلمين زمان كنت نعتقد أني لازم نتعلم كل شيء وندير أي حاجة بروحي باش نبدأ أقو واحد ونتميز أكتر في خدمتي لكن بعد ما قريت مهارات دراسية وندما جت في سوق العمل وخدمت أهل بمشاريع وفي أكثر من أمكان اكتشفت العكس موضوعنا اليوم عن العمل الجماعي أو التيمورك هيا نبدو أهل بناس تعتقد بأنهم لازم يتعلموا كل شيء وديروا أي حاجة بروحهم وهذا حيزيد اعتمدية الشركة عليهم ويميزهم أكثر في الخدمة ولكن الكلام هذا غير صحيح وقبل أن أعطي إجابة السؤال هذا خذونا نبدو بأننا نشرحوا شنة همية العمل الجماعي في الشركات أول شيء العمل الجماعي يساعد في النحنين نفذه بمشاريع أكبر وبشكل أسهل لأن أنت لما تخدم من ضمن فريق متكون من مجموعة أشخاص حيتوزع اللود أو الحمل الكبير على أكثر من شخص وتجيك مهامة صغيرة وبهكي تقدر تخدم مهمة صغيرة في مشروع كبير وتستفيد بأنك أنت تتسكر مشاريع أكبر وتخدمها بشكل أسرع وأمتع ثاني شيء هو التنوع والإبداع لأن أنت لما تخدم مشروع من ضمن فريق فسطة هالبناس على الأغلب حيكونوا من خلفيات مختلفة وتنحطوا في مواقف لازم تطلع بأفكار جديدة وكل واحد يعطي وجهة نظرة في الموضوع وتتعلم حاجات عمرها مخطرة عليك من قبل وبهكي يزيد الإبداع متاعك وتاخد خبرات أكثر وهذا شيء حيساعدك في أن أنت تكون خبرة أحسن وتوصل للنجاح بشكل أسرع ثالث شيء هو تعزيز روح الفريق والانتماء لما تغني في مشروع وتبدأ تخدم مع أشخاص مختلفين عندكم هدف مشترك مع بعضكم حتقضوا وقت أكثر مع بعض حتتعلموا معلومات علي بعض أحسن وبهكي تزيد الانتمام متاعكم من المؤسسة وتكونوا ربط اجتماعية مع بعضكم ادوهم حتى لو انفصلتوا عن العمل ومشيتوا في طرق مختلفة الرابع شيء أن أنت حتتعلم كيف تتعاون مع الناس وتتقبل الاختلاف لأن أنت حتقن في مشروع مع أشخاص عندهم أراء مختلفة وطبع مختلفة عليك فلازم تتعلم كيف تتعاون معهم باش توصل الهدف الأسماء نحن نسكروا المشروع لازم تتعلم كيف تنسى الاختلافات وتحط المشاكل الشخصية جانبا وتلها بالخدمة متاعك وبهكي تقدر تتعلم مهارة جديدة وهي الاندماج في فرق مختلفة ولو نجو لإجابة السؤال المتعام بكري علاش الشركات ما تحبيدش أن يكون شخص خالق يعرف دير كل شيء والسبب بسيط الشركات تحب أن العمل متاح يستمر فلو اعتمتوا على الشخص واحد فإن هما هيكي يصنعوا شيء قروا أو نقطة الانهيار لو طلع الشخص هذا الشركة حتفقد كل معلوماتها وكل الخبرة اللي هي تكون فيها باشتخدم مشاريع هذا علاش حتلقى معظم الشركات الناجحة ما تبعدش واحد ولكن تبعد اتنين في كل مهمة لما يمشوا اتنين حيساعدوا بعضهم حينقلوا معلومات مبعض أكتر لو غلطوا واحد الثاني يصلح له ولكن الأهم إنهم الزوز حياخدوا شبه نفس المحاصلة من المعلومات اللي تنتقل من جيل إلى جيل هذا علاش الشركات تحب العمل الجماعي وليس العمل الفردي وكملخص العمل الجماعي يعتبر من أهم المهارات اللي لازم تتعلمها قبل ما تخدم لأن هذا شيء إجباري اتخوضه لما تبي تخدم معين شركة العمل الجماعي يساعدنا في أن نحن نكونوا الروبط الاجتماعي أكتر مع الفريق اللي نخدم معه ونكونوا صدقات الدوم أحيانا بعد حتى من فصله من الشركة العمل الجماعي يساعد في التنوع والإبداع وأنك أنت تعرف أفكار مختلفة وأراءة جديدة وتتقبل الاختلاف ويزيد روح الفريق والخدمة متاعك وأهم شيء يزيد الإنتاجية لأن أنت حتخدم أجزاء صغيرة من المشروع وتستفيد أن تتكمل خدمة أكبر في وقت قد نتمنى أن الفيديو كان مفيد نتلاقه إن شاء الله في فيديو الجاي السلام عليكم